للدين نور يهدي الحائرين السائلين إلى الطريق المستقيم يكشف الحقائق الغائبة ويجيب على المسائل الشائكة لفتح الآفاق الضيقة وإنارة العقول المظلمة والمتشككة وطمأنة القلوب الخائفة نتحاور مع الأبناء والآباء مع الشباب والشيوخ نستمع إلى كل التساؤلات التي تشغل بالهم والتي تؤرقهم بدون قطوط حمراء ولا وصاية من أحد حتى نصل معا إلى نقطة التلاقي اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا في نور الدين يسأل الناس عن تلك العلاقة بين الإنسان ووالديه أمرنا الشرع الشريف ببر الوالدين وبر الوالدين من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى لأنه يشتمل على قيم عليا لا توجد في غير هذا الخلق الكريم من الأخلاق يشتمل على شيء من الوفاء والوفاء قيمة كبيرة يشتمل على شيء من الشهامة وكذلك خلق مطلوب الشهامة يشتمل على شيء من الشكر ومن لم يشكر الناس لا يشكر الله كما ورد في الحديث يشتمل على ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا يشتمل على قيم كثيرة جدا منها أن من كان سببا في وجودك فهو الأصل في هذه الحياة يشتمل على أن من سوء الأخلاق أن يقدم لك إنسان حبه ثم تكافئه بالإعراض عنه ولذلك أمرنا الله ونهانا ووضح لنا هذه العلاقة على خير ما يكون من الإيضاح وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم حالة الأب والأم الذي قدرهم الله أبا وأما وأما لي يأمراني بالمنكر ويأمراني بأكبر كبائر وأعظم العظائم التي تكر على هدف الكون بالبطلان وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى وإن جاهداك انظر إلى الكلام وإلى الألفاظ ودلالاتها بذل جهد وليس كلاما عابرا هكذا فقط بل هو ضغط واستعمال لسلطة وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وهذا يكون من البر بالرغم أن فيه نهي لا تطعهما فلا تطعهما نهي وصاحبهما في الدنيا معروفة أمر لا بد من بر الولدين ولكن في إطار وفي مفهوم وفي تراتيب لو تؤدي بنا إلى فعل الفساد ولا الحرام ولا الخطأ أمرنا أن نصاحب الوالدين بالمعروف حتى لو دعاني إلى الشرك وهو عظم العظائم وأكبر الكبائر وهو الذنب الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى من سائب الذنوب يا ابن آدم لو جئتني بطراب الأرض ذنوبا ثم جئتني تائبا لغفرت لك إلا الشرك فإنه لا يغفره لأنه يكون في غفلة وفي غياب عن قضية كلها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدونه في العصر الذي نعيش فيه يشكو الآباء من قسوة الأبناء ويشكو الأبناء من قسوة الأباء ويسأل الناس أنا أبر أبي وأمي ولكن إلى أي حد وإلى أي مدى وجاء رجل إلى عمر بن الخطاب وقال له إن ابني يعقل يعني لا يبر فأتى بالولد يدبر عمر رضي الله تعالى عنه أن يوقع العقوبة عليه لأنه قد خرج عن أمر الشرع الشريف في بر الوالدين فقال له لما لا تبرها الآضي نفسية الآضي أنه لا بد أن يسمع من الطرف الثاني وإلا يتعجل بدعوة واضحة الأب يشكو إذن فهو قد وقع فيه عدم البر شعر بعدم البر ولا نريد أنه يشعر بعدم البر ولكن بالرغم من ذلك قال لما لا تبر أباك في تحقيق فقال له عندما ولد أسماني جحيما أو يعني كلمة كده زيها يعني حاجة وحشة سمى مساء حمار طب هو دبر على تسمي ابنك بهذا الاسم علشان يتنمر عليه الأولاد صغارا ويدحك عليه الناس كبارا وكده إلى آخره أمر وقع فيه الأب خطأا قال ولم يعلمني والعلم عندنا حاجة تاني مأمور به من أول كلمة أقرأ باسم ربك الذي خلق مأمور به وفوق كل دي علم عليم يعني لابد نسعى في العلم على طول وقل ربي زدني علما وما أوتيت من العلم إلا قليل يعني كله بيقول مع المحبرة إلى المقبرة وده معلموش أصل قال ولم يعلمني صنعة أقتاتوا منها يعني لا علموا إراه وكتابه وعلمه وكذا إلى آخره علشان يفهم الحياة الدنيا ولا علموا صنعة يقتاتوا به فعمر قال له قال له بص للراجل وقال له طب هيبرك على إيه يبرك على إيه وانت قاعد تأذيه الأزيادية هيبرك على إيه بروا أبنائكم تبركم هي صحيح المسألة مش مسألة مقابلة هي مسألة تعظيم الكبير هي مسألة الوفاء هي مسألة الشهامة هي مسألة الشكر هي مسألة رد الحب هي 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 كل زي ما قلناه كده لكن ده بيوقع في نفس الولد وكأنه يكرهه أو كأنه يتصرف فيه كيف يشاء بر الوالدين مأمور به لدرجة أن رجلا جاء يطلب الخروج في الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعلم فضل الجهاد في سبيل الله وأنه أعلى الأعمال أفضل الأعمال إلى الله رجل خرج بفرسه في سبيل الله فلم يعود واستشهد في الجهاد أفضل الأعمال عند الله فلما جاءه الرجل وقال يا رسول الله أريد أن أجاهد معك ده حكويس ده جايهم فقال له رسول الله حتى يبين لنا الخريط قال لك أبوان أبوك أمك عايشين قال نعم قال ففيهما فجاهد والكلمة دي فجاهد دي معناها أن بر الوالدين يحتاج إلى شيء من المعاناة وبذل الجهد لأنه جعله مكان الجهاد الذي فيه تضحية بالنفس والمال ففضل بر الوالدين كبير جدا وعالي جدا وبنطلب من الصغير أنه هو يبدأ بهذا البر للكبير وفي نفس الوقت الشرع الشريف يأمر هذا الكبير أيضا بالبر وقال له يتسلط تسلطا غبيا على أبنائه نستطيع أن نأخذ على ما جرى عليه حال البرنامج أسئلة فهل في حد من البنات تفضلي مولانا هل من البر طاعت الوالدين في اختيارهم للشريك الحياة سواء للبنت أو للولد لا شريك الحياة جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد البنت دلع البنات هي اللي تقول أنها هي اللي هتعيش ولذلك ما جرى عليه بعض مفاهيم الآباء من أنهم يمتلكون هذا الجسمان اللي قدامهم ده لأن طبعا أمك وأبوك شايفينك وانتي بتاع صغيرة كده يعني قدل كاف وقعدة وقلبهم معلق بيك ما بيحبوك حب فحسين أن أنت ملكهم فبيحاولوا أن هم يعني يجبولك أحسن حاجة بس على ما فيه أزهانهم هم لكن الشريعة حرارت البنات من الحكاية دي وقالت لهم أنتوا لتختاروا أيا تفضل ساعات بيحصل المشاكل ما بين الأباء والأبناء في فترة اختيار الكلية أو الدراسة ساعات بيحصل إيه أن الأباء بيعوزين يفرضوا مثلا شغلانة معينة أو دراسة معينة على الأبناء فده بيحصل فيه ترتيبات بعد كده في حياتهم يعني طريقه بقى يمش فيه طلع عمره كده فبيأثر شوية في الطفل فإزال الأباء يتعاملوا مع الأبناء في الموقف ده وبرضو الأبناء إزال يتعاملوا معاه بعد ما يكبروا أو في نفس الفترة يعني يجب على الأباء أن يستشعروا أن هذا إنسان له إرادته المستقلة ورغبته المستقلة ويكون المسألة في حدود النصيحة أنا بنصحك تدخل الهندسة قال له أنا عايز الطب وصمم عليها يتحمل اختياراته تملي في نصيحة وأداء للنصيحة وليس فيه إجبار وقهر تفضل مولانا الكريم أم جاهدت طفلها الصغير وزرعت في وجدانه كرها لأبيه وأنه كذا وكذا وكذا وهذا على غير الحقيقة وحينما كبر الإبن وتخرج من الجامعة ودخل في مجال العمل حاول الأب أن يستقطبه بمختلف الوسائل وأن يقربه منه ولكن كلما اقترب كلما أعرض وناء بجانبه فما رأي الدين في هذا الأمر مولانا الكريم أم جاهدت طفلها الصغير وزرعت في وجدانه كرها لأبيه وأنه كذا وكذا وكذا وهذا على غير الحقيقة وحينما كبر الإبن وتخرج من الجامعة ودخل في مجال العمل حاول الأب أن يستقطبه بمختلف الوسائل وأن يقربه منه ولكن كلما اقترب كلما أعرض وناء بجانبه فما رأي الدين في هذا الأمر يعني مثل هذه الأسئلة أظن واضحة الإجابة يعني ما رأي الدين في الكذب رأي الدين في الكذب أنه لا يكذب المؤمن قال يكذب المؤمن قال لا ما رأي الدين في تشويه الآخرين بالبهتان والظلم رأي الدين في ذلك أنه حرام وأنه ممنوع يعني دي من المبادئ العليا التي حتى توجد في كل الأديان وليس في دين الإسلام فقط لدرجة أنه حتى غير المتدينين في العالم لا يفعلون هذا مراعاة لنفسية هذا الطفل ونشأته وكذا إلى آخر وعندنا في غالب الأحوال الطلاق بداية المشكلات حيث ليست هناك قواعد مرجوع إليها حيث إنه هناك محاولة لاستعمال الأولاد في الإضرار بالآخرين حيث مجموعة من الخروج عن الأصول الأب هذا غاب أين هو من نفقة فهل استعمل هذه النفقة في الضغط على تلك المرأة أو الانتقام منها أو كذا إلى آخره لماذا لم يدفع مصاريف المدارس ومصاريف الكليات وكذا إلى آخره إذا كان قد دفع فالعاقل وخصيم نفسه هذا الذي دفع من غير يعني ضغط ولا محاكم ولا مشاكل وكذا الولد نفسه يستشعر إنه أبوه بينفق وإنه ما عندهش مانع إنه يصرف مش هيساد أمه التصديق ده في حاجة خلل بيبقى موجود في المسألة لكن نعم البهتان حرام والكذب حرام والظلم حرام والظلم ظلمات يوم القيامة كيف يفعل الأب يعني كيف يتصرف في هذا الأمر والابن بهذا الوضع الجاه لأبيه أحب الأعمال إلى الله دوامها وإنقل يستمر في إضاح هذا هذه المسألة لذلك الوارد يقيم له الشواهد من التاريخ نعم في حد في البنات تفضلي لو حصل خلاف بين الأب أو الأم مع حد من الأرائب أو المعارف إيه موقف الأبناء في حاجة زي كده ولو الأبناء خدوا موقف بمقاطعة الشخص ده هل يثابوا ولا يقسموا الأب والأم اختلفوا في نروح لجدتنا ولا ما نروحش ولا هم اختلفوا مع بعض واتطلقوا وعملوا كده لا حد فيه مختلف مع الجد مع الخال مع الجد فيريد أن يقطع سلة الرحم ربنا سبحانه وتعالى تشوف سدده وقاربه النبي بيقول كده سدده وقاربه يعني ما لا يدرك كله لا يترك كله ما فيه ما فيش داعي تتصلي بيه نحن وقاربه من الصيف وقاربه لسله وقاربه لاتحكم مجلسه ونه لله ونه 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 عايزة تلبس الحجاب فالأهل يقولها لازم تلبسيه عشان إحنا اللي هنتحاسب عليك فهل الكلام ده صح؟ التصرف وقال ليس للإنسان إلا ما سعب بعد بلوغ الإنسان سن التكليف يكون هو مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن تصرفاته وعن أفعاله وعن تروقه فهو مش هيعمل الفعل الفلاني وهو واجب ولذلك لما أمرنا رسول الله بالتربية أمرنا في سن سبعة وعشرة إن إحنا نؤمر أولادنا ونعودهم ونخليهم على الصلاة مثلا والصلاة واجبة علشان ينشأ الطفل وهو بيصلي ويبقى حاجة عادية ما عندوش فيها مشكلة أم أمرنا في سبعة وعشرة لكن بعد كده وخلاص كبروا وبقوا في الجامعات وكده فهو خصيم نفسه الآباء مداموا بيستمروا في النصيحة وفي البيان ومستمرين في هذا المجال فلا شيء عليه لأنه لا تزل وزرة وزرة أخرى فهذا من أساس الدين هنا في برنامج نور الدين حاولنا عبر هذه اللقاءات التي نرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتنا يوم القيامة أن نستهدي بنور القرآن وأن نستهدي بنور النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد أرسله الله وبعثه لنا نورا وأن نستهدي بنور البصيرة التي وهبها الله سبحانه وتعالى لعلماء الأمة ولمفكريها ولأوليائها وأطقيائها نفعل هذا في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى محاولين أن نشتبك مع مشكلات عصرنا محاولين أن نشتبك مع الثقافة السائدة والعقلية المنتشرة في هذا الكوكب مع المسلمين ومع غير المسلمين فنحن أصبحنا في الجوار حاولنا أن نتكلم عما يشغل الكبار وعما يشغل الشباب وعما يشغل الطفولة في بداياتها حاولنا أن نصوغ ما تعلمناه في العقيدة الإسلامية وفي الفقه الإسلامي بصورة نرجو الله أن تكون قد خرجت من القلب حتى تصل إلى قلوب الناس وأن لا تكون قد خرجت من اللسان فتقف عند الآذان دون أن يتشبع بها الإنسان برنامج نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبه لنا في ميزان حسناتنا ومن استمع ومن انتفع به يوم الدين برنامج نحاول فيه أن نعيش عصرنا وأن نخدم مصرنا ندعو الله سبحانه وتعالى بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يفتح علينا فتوح العارفين به وأن ينور لنا قلوبنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر لنا عيوبنا وأن ييسر لنا غيوبنا اللهم يا ربنا اهدنا في من هديت وعافنا في من عفيت وتولنا في من توليت وقنا شر ما قضيت اللهم يا ربنا هذا حالنا لا يخف عليك وعلم كل شيء بيديك ونحن في حاجة إلى رحمتك ولست في حاجة إلى مؤاخذتنا فاعفو عنا بعفوك وارضع عنا برضاك وأحيينا مسلمين وأمتنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين وتقبل منا صالح أعمالنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وذكرنا ودعاءنا اللهم يا ربنا احشرنا تحت لواء نبيك يوم القيامة واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة شربة ماء لا نضبأ بعدها أبدا ثم أدخلنا في رحمتك وأضلنا تحت عرشك وتحت لواء نبيك وأدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عقاب ولا عتاب يا ربنا هب سيئنا لمحسننا واغفر لنا جملة واحدة وافتح علينا من خزائن رحمتك وفضلك ما تثبت به الإيمان في قلوبنا يا رب نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك يا رب أننا نحبك ونحب من أحبك ونحب من أرسلته وعلى رأسهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نحبه ونحب أهل بيته كما أمرتنا إلا المودة في القربة فاللهم يا ربنا ارضعنا برضاك تمم لنا فرحتنا برمضان فيه وفي خارج رمضان يا رب العالمين يا رب دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا رب يا رب يا رب اللهم صلي وسلب على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين كل عام وأنتم بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسونا من صالح دوعكم موسيقى 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 موسيقى